هنعمل طبق مرتبط في شهر رمضان الكريم وإلو الشعبية كتير كتير وخصوصا في منطقة الخليج هنعمل الهريس باللحم نشوف مع بعض الطريقة الهريس باللحم كيلو لحم كيلو حب هريس ملعقة كبيرة ملح ونصف كوب سمن نتكلم في الأول عن الحب احنا بنسميه حب هريس ولكن هو أصلا أمح عبارة عن حبة الأمح التقليدية العادية برغسل الهريس قبل ما أستعمله طبعا وبعمل حسابي أني أنقعه بالمي لعدة ساعات أو في ناس حتى بنقعه لفترة أطول عندي هون الهريس منقوع حبة الهريس بنلاحظ كيف تضاعف الحجم بهذا الشكل وححتاج أحطه في حلة أو طنجرة تبقى كبيرة حضيف اللحم وأبتدي هلأ أضيف المي بحيث أغمر اللحم والهريس كله بالمي حبتدي أضيف حوالي ملعقة كبيرة من الملح وكل اللي حعمله فقط أني حغطي وأسيبه على نار عالي لغاية ما يوخد غلوة قوية وبعد هيك بوطي النار حتى المرحلة اللي بنقول الخليط جاهز للضرب بيبقى عندي الهريس بهذا الشكل طبعا اللحم استوى خالص وبتلاقوه اتفتت بهذه الطريقة وريحته بتتدوا تحسوا أنه ريحته طيبة جدا قطع اللحم ما زالت شؤف كبيرة عندي هون أنا طبعا عم بستعمل الخلاط وعم بحط المضرب التقليب اللي هو فيه معا قطعة من الربر بتساعد يعني هذه القطعة خصوصي بتساعد على ضغط على حبة الهريس مع اللحم أثناء الدورة اللقطة الثانية المهمة جدا لنجاح الهريس وينضرب بشكل مزبوط أنه هالخطوة هاي أعملها والهريس ما زال سخن وأبتدي أشغل الخلاط لاحظوا كيف هلا أصبح عندي قوامه لزج بهذه الطريقة واختلط هيك مع بعضه بس طبعا لسه مازال بده ضرب لغاية ما تختفي خالص حبة الأمح أخدتوا بالكم كيف وطبعا إحنا عم بنقلب مع استمرار التسخين على درجة حرارة منخفضة جدا الهريس طبعا أصبح عندي جاهز وأعمل حسابي دايما أنه يؤكل سخن على الإضافة الأخيرة بس اللي حنحتاجها اللي هي إضافة السمن طبعا السمن ضروري جدا للهريس والناس بتتفنن بأنواع السمن اللي يستعملوه بنخلي السمن تسخن كويس مش مجرد بس أني أدوي بها لا بديها أنها تبدأ تقدح شوي عشان فعلا تعطينا الطعم الرائع السمن عندي سخنة وجاهزة أبتدي أصبها هيك على سطح أو وش الهريس بهذا الشكل ونخلي برضو كمية في الوسط إذا المشاهدين طبع الهريس أصبح عندي جاهز فضلا لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات اشتركوا في القناة